بسم الله الرحمن الرحيم عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تموت وزوجها عنها راض وفي رواية عليها راض إلا دخلت الجنة ليس الأمر يسيرا أن تموت الزوجة أو أن يموت زوجها وهو عليها راض من حيث أن أعباء المرأة كثيرة والضغوط عليها متعددة والظروف التي تحيط بها من كل جانب قد تجعلها تفعل ذلك أو هذا مما قد وثير غضب الزوج ولكن طوبى لمرأة مات زوجها وهو عنها راض أو هي التي ماتت وزوجها عنها راض فهذه هي عبادتها وهذه هي تقواها فزوجها أقرب طريقا إلى الجنة وأقرب طريقا إلى النار فلماذا رب العالمين عز وجل قال يعني أخبرنا نفسه أصلم بهذا الحديث المؤثر والذي يحتاج إلى تأمل العريض كلنا نعلم كم تعاني المرأة إذا تزوجت بعد ذلالة في بيت أبيها بدون مسؤوليات تأخذ ولا تعطي أصبحت في بيت الزوج تعطي ولا تأخذ نقلة هائلة عليها أن تراعي مزاج رجل غريب لم تكن تعريفه ولم تألف وكثير من الرجال لهم أمزجة ليست سوية كثير منهم اثنين أعباء الزوجة التي خلقها الله عليها ولها من نفاس وحيض وإرضاء وولادة والكل يعلم ماذا يعني هذا وكيف تؤثر في نفسية المرأة ومزاجها تأثيرا لو جربه أو لو جرى على الرجل لمات إن الأعراض التي تعانيها وتكابدها المرأة لو كابدها الرجل لمات تأمل وهنا على وهن كره على كره وهكذا حينئذ نقول إن هذه الأعباء الجليلة التي تناطب المرأة عندما تصبح زوجة وعندما تتعرض لأذى الزوج الأحمق أو العصبي أو لأذى أهله وآذى أهل الزوج قانون كل زوج تجد هناك عداوة بينهم وبين زوجته والعكس صحيح بين أهلها والزوج من أجل هذا نقول إذا صبرت المرأة على كل هذه المحن وهذه الاضطرابات وهذه الضغوط بصبر وجلد لوجه الله عز وجل محتسبة تعبها وسهرها وشقاءها وإرضاعها وتضحياتها كل تضحيات المرأة بلا مقابل التضحيات الوحيدة في الكون التي لا مقابل لها تضحية الأم في سبيل زوجها وعيالها بأكل بطنها بقد لا تأكل قد تؤثر أولادها بالطعام كتلك التي جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتهم أربع تمرات ومعها بنتان فأعطت كل بنت تمر بعد شوي قد أريد باعها يعني أخذها بدأ منهم أنهم ما شبعوا فأعطتهم تمر قسمتها بينهما فقيت تمر واحدة ولكن كانت تتحدث فلم تأكلها وإذا بالبنتين يطمعان في هذه التمر الأخيرة فقسمتها وعطتها البنتين فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكت له عائشة دع الله لها حينئذ هذه الأم هذه الزوجة هذه التي تصبر على الزوج أيًا كان هذا الزوج وحينئذ نحن نعترف جميعا بأن الأزواج الكراماء مع زوجاتهم الذين يتحينون الفرصة لإسعاد الزوجات نادر عملة نادرة الكل تصرف من مطلق الذكورة والأنوثة والذكورة هي الغالبة في كل المخلوقات الحية ومع كل هذا الضغط ومع كل هذا الضيم يموت موت الزوجة أو يموت الزوجة يقول لزوجة تبارك الله فيك والله أني راضي عنك معنى هذا كم أنفقت وكم بذلت من جهد حتى ترضيه إذا مات الرجل وهو راض عن زوجته أو ماتت هي وهو راض عنها فقد وجبت لها الجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر